السلام عليكم و مرحبا و ألف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطيما مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد فيه اليوم إن شاء الله غدي نشارك معكم مملحات نشارك معكم أيضا طريقة الاحتفاظ في المجمد إلى وقت آخر كيفاش نحتفظ بورقة البسطيلة إلى تبقى تعدنا نحتفظ بها في المجمد حتى نستعملها ما كتوقع لها حتى شي حاجة بنسبة الأخوات اللي بغوا يعتمدوا هاد مملحة هكذا كمشروع صغير من البيت سوف نترق معكم أيضا الثمن البيع و أيضا شحال هكذا السيجارة أو البريوة شحال كنتي تدي المهم كل شي ستعرفوا معي في تتمة الوصفة فنخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله هنا عندي خالية ما بين زيت الزيتون و أيضا زيت الماء من طبيعة الحل زيت زيتون كتكون النسبة ديالها أكبر بشكل حشوة لديدة كنضيف حبة كبيرة من البصل اللي كنكون مشهوداتها رقيقة رقيبة لكم مشكل ديالها على الفيديو كنضيف قبيصة صغيرة من الملح بشكل كده كتساعد لي البصلة بشكل دياله كنبقى نحرك كيفما كتلاحظو مالات الشكل حتى كتدبل يديك البصلة وكتشحر مزيان ثم كان ضيفة 300 غرام من صدر الدجاج اللي كان يكون مقطعته مكعبات ترقيقة قد ما قطعته ديك المكعبات ترقيقين قد ما كتجي يعني ديك الحشوة كيجي القوام ديالها أحسن فهناي غادي نحركهم مع بعضياتهم غادي نحك واحد الفص من التوم كما كتعرفو فالتوم ما كتتمشى بزاف مع الدجاج ضروري منها ممكن إلا مطفرة عندكم بودرة التوم فتخدمو بملعقة صغيرة غير مملوقة من بودرة التوم كتعرفو حنا يا دبا شهر رمضان المبارك فالتوم ما كتكون شوية مجهده يعني ديك الرائحة ديالها شوية مكروه إلا بغيتي وأنا ما حضرتهم شفرة ما دليل معنا فانتو ما غير مني حضرتهم فكانت ديك الريحة ديالتوم ولبسنا وكدة كانت تعطي بزاف عندي في الدار هذا طرقت لكم هذه الملاحظة أصلا غادي نخدم شوية بودرة التوم باش نوضح لكم أكثر يعني تعودوا البودرة بالفصة ديالتوم التوم حركت الكل جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا غادي نضيف التوابل فضفت القليل من الإبزار يعني القياس عينكم ميزانكم القليل من سكنجبير وأيضا القليل من الخرقوم عود فأنا اكتفيت فقط بها التوابل يعني دي المكونات الثلاثة وانتم لو تضيفوا أي توابل كيعجبكم فكيبقى لكم الاختيار هناك في مرحة معايا رضفت القليل من بودرة التوم فقط باش نقول لكم إلا بغيتوا تخدموا ببودرة التوم فممكن تخدموا بها بدل التوم التريام لأن ريحتهم جادة دبا خلال الشهر الفاضل فحركت الكل جيدا تقلوا لي كل شيء المكونات مع بعض كما تحصل على الحشوة بسيطة و ديذة هنا تبقى عندي الزيت فهذا الزيت لا يمكن قوة لديها من الكاتب لنا الحشوة نحاول نصفها تماما من ذلك الزيت هنا سنحضروا صوص بشامل أو صلصة بشامل فعندي واحد المهمة أربعات المرسويات من الزبدة الحيوانية قرابة ملعقة كبيرة وضفت عليهم ملعقة كبيرة من دقيق الفورس يعني الدقيق الأبيض وبدأت كان نزوجهم مع بعض اياتهم كما لاحطوا معي فأنا خدمت بهذه المقلات شوية كبيرة ما كفتنيش هذك الملعقة كبيرة دي الزبدة لهذا ضفت واحد القطعة أخرى باش كده نقدر نحمص هذا الدقيق مزيان السلسطة البشامل كلما حمصتوه دقيق مزيان يعني تتحمر في الأول مزيانة كلما كدجي دكسس بشامل الديدة ما كنحسوش بدك الوقود يلا الدقيق بحالة بقي ما طيبش وخاكن طيبوه مزيان مع الحليب وكل شي ولكن إلا حمصتوه هكدا دقيق مع الزبدة في الأول فكيجي واحد ضوق زوين حمصوه على هاد الشكل ثم ما كن بدووكا نضيفو الحليب بالتدريج فاضفت قرابة 300 ميليليلتر من الحليب وكنبقا نحرك مزيان في المكونات مع بعض اياتهم حتى كيتفكو كل الكوائرات ديال الدقيق مثلا استعصى عليكم يعني تعملون بها الطريقة مني كدوكا تحركوا كل المكونات وبلوكم بعض الكوائرات فممكن هذك الخارط تضيفوه في الخلق الكارباء وطحنوه مزيان وتعودو ترجع للمقلات ديالكم يعني بكل بساطة ضفت القليل من الملح والقليل من البزار باش نسمت هاد صالصاته لبيش عمال هنايا قد نضيف لالإضافات البسيطة الأخرى باش نتحصوا على واحد صص مورنيل ديالة فكان ضيف 50 جرام من الجوبن الأحمر المبشور مهم هنا قبل اضفت هذا الجوبن المبشور فضفتو حتى الحكة بسيطة من القوزة اللي كتبقى مهم كتبقى اختيارية ولكنو اضفتوه كتعطى واحد دوق زوين مهم هذه الصلصة فهي فرنسية كتحت على هاتشكل من الأحسن ضيفو تلك الحكة البسيطة من القوزة ثم نضيف 50 جرام من جوبن الأضام مبشور سوف يحرك المكونات مع بعضيتهم هنا قد نضيفو الأضافات نقصوه لالبوتا كتكون مهيلة هنا نضيف أصفر بيضة كاملة صفر بيضة ومباشرة نبدأ بتحريك بسرعة نحرك صفر بيضة نحرك على هذا الشكل حتى نضيفو الجميل نحرك الجميل نحرك الجميل حتى نضيف الفقاعات كتبق بق هنا نعرف بأن الصفر بيضة صفر بيضة صفر بيضة جميل المصدر ومصدر حقا لكي تحريك بيضة نشكل حشوة المصدر حتى نضيفو حيث حتى نضيفو حتى نضيفو نحرك حتى نضيفها أو للبرايوات فكنطفوا على النار وكنطفوا على النار أكيد من بعد ما يعني دوك المكونات كيندمجوا لنا مع بعضياتهم فكتبين الحشوة خفيفة لكن احنا هيا غادي نخليها تبرد تماما كلما بردت كلما كتبدا كتبدا تتعقاد لنا دوك المكونات كلها دوك صوت مورني أيضا مهمرة فيها الجبان يعني يعطي التعليق وغادي تقصح يعني أولا غادي تتعلك غادي تبرد وغادي تجمع لنا على هاد الشكل فهاي من بعد ما بردت تماما كانت تحصل عليها على هاد الشكل متى إلا كنتونا وينتحضرو مثلا هاد الحشوة فكتحضروها مثلا على تي ساعة وكتخلي وتتبرد انتم ما كتحضروه كتخرجوا كتجيبوا الورقة ديركم بنسبة لهاد الورقة فأنا خديتها يعني بحالة قلتوا أنا خدمت بها اليوم وخديت أنا البارح وخليتها بيتها عندي في الدار موقع لا تشي حاجة هادو ورقة البخار صراحة كتصبر زوينة بزاف إلا لقيت وتخدموا بها من الأحسن أنا بنسبة لبنات الكنين في المغرب وبنسبة لبنات الكنين في أوروبا فكتخدموا مهم أنا ما يمسولت على ورقة الفيلو ويا ورقة الفيلو كتكون شوية ناشفة أسولت على ذاك الورقة ديال الشنوى كي يقول لك كتجيزوينة بنسبة لبنات ليه في برا كتجيزوينة بنسبة للمغرب حتى يتقدروا تخدموا بها مهم أنا خدمت بورقة لبسطلة ديال البخار متى وسطة الحجب قسمت على زوج زولت هذا كل الجواني بذاك الفائد لأنا كنتي كنتين نشف كنزولوه ثم نصف ديال الكمية كنخدم بيه ولي خدمت بيه هادو الحشوة فتح حصلت على 17 اللي حبة مضبوطة كنحاول نقطع كيفما لاحظت معي هادو النهاية ديال قطعتها بالموس باش يكونوا مقادين ونضعوا معي لمرحلة باش كده مني كنبغون شكلوا لي صغر ديالنا كي يجيونا ساهلين سافي كنوضع ذاك الحشو شوية القليل منه كنطوي من الجواني باش ميترطقوش ليكوم لي صغر ديالكم أثناء الطهو فمكت زيروش لورقة لولقة ديالكم كنتبغو تشكلوا لي صغر ديالكم أو لبرايوات مهم أنا كان ديال المونتاج وعادة باش تفكرت بانا ما درش معاكم الشكل ديال البرايوة ولكن ماشي مشكل مهم أنا يراني اصلا طيب تغلي برايوات في اللوول باش نقدمهم ليكم ما كده شمعوا القرمشة ديالهم وشكل نيائي ديالهم سافي بنسبة لنهاية الصغر اول الاطراف فكن نكوليهم اولا كنسوديهم بالا اولا كنلحمهم بالبياد ديال البيضة اللي توقع عندي بذك الصفار ديال البيضة باش خدمتها لصوص ممكن تعملوا خالة مثلا الاخدنتوغي لصوص بيشامل بوحدة وما بتجدفو ديال اضافة الاخرى ديال الصوص مورني فكتاخدو القليل من الماء و الدقيق كتخلطوهم مع بعض ديتم شوية ونخوفو كتتسوديو بهم المملحات ديالكم سافي انايا هنا بتغيب باش نعطاكم هكذا نصور الفيديو يعني ما نتأخرش عليه فحضرت واحدة ثمانية لحبات هكذا يعني زيت يعني القطعات ثمانية زيت هدابة لانها بنولياء هكذا مفاردين قلت بالله تنزيت واحدة اخرى سافيو غادي نعملهم في الفورن يطيبو باش نوريهم لكم في الشكل النهائي ما كتزيروش على ورقهم كيف ما قلت لكم اللي كاتبغو تشكلوه باش ما يترتقوش لكم اطناء اططهو انا فضلت نقليهم فرا ما دانا ملقي احسن بتاعدو شوية من المقليات باركة لنا غير دك الشبكة اللي قليناه وادوك مو يبدكش المعسلات اللي المعسلات اللي وجدنا فدهنتهم شوية بزيت نباتية ووضعتهم في الفورن اللي كيكونوا مسبقا ستخون اي فوكا ندخلي اللاطاك نقص عليهم كيتطبو علينا باش ما كيتتفرقوا عشلينا كنخليهم كيطيبو بالنسبة لهاد اللي تبقى عندي شكلت خمسة الحبات من البريوات وربعة من السيجار كنحطف ديموها كده في بواطا ما كان فرقوا بناتهم بتاشي حاجة لان هذا الورقة ديال البخار ما كانت تلتسقينا موالو كجيم زيانة غير هما قفلوا عليهم مزيان وعملوهم في المجمد بالنسبة الورقة ديال البصريات تبقتي عندي تقريبا خدمت بالنصف كيلو فحتى هي كنكوفريها مزيان في حكذا في المقال المونطير وكان وضعها في المجمد الوقت اللي كان بغين خدمها كان جيبدي على تساح تكت ديقونجولة عادة باش كنخدم بها مباشرة بالنسبة لهدوك اللي صيغار فكل حبة منهم كتعادل خمسين قرام انا ما قصتهم ولكن مدرش ما خدمتش بالعبار ولكن مني شكلتهم معبرت كل واحدة فكتعادل خمسين قرام بالنسبة لثمن اللي بيع ديرهم فخمس دراهم كانت من شاء الله تكونوا تفتون القليل من الوصفة